على مدى خمسين عاما من عمر النهضة المباركة التي قادها بكل فخر واعتزاز المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه والسلطنة تعيش نهضة عصرية حديثة في مختلف المجالات فعم الرخاء والمنجزات محافظات السلطنة منذ فجر النهضة المباركة لقيادة مولاي الراحل المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس حضيت مسند عمان بجميع المشاريع التنموية والخدمية من ضمنها المدارس وإنشاء المستشفيات في جميع ربوع السلطنة محافظة مسند بولاياتها الأربع خصب أبوخى ودبى ومدحى ونيابة ليما وكمزار وغيرها من القرى والبلدات والجزر البحرية والقرى الساحلية والجبلية تتميز بموقعها الاستراتيجية على مطيق هرمز الذي يعد من أكثر الممرات المائية الدولية على مستوى المنطقة والعالم والبواب الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى دول المنطقة على الخليج حضيت هذه المحافظة بمنجزات خدمية ومشاريع تنموية في مختلف المجالات وإن رفع مستوى المحافظة إلى مكتب وزير الدولة ومحافظة مسندم يؤكد ويترجم اهتمام الحكومة بهذه المحافظة وإن الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مسندم 2040 يؤكد أهمية المحافظة بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية والاهتمام بالمواطن وتوفير سبل العيش الكريم حيث تهدف الاستراتيجية إلى إيجاد التنمية الاقتصادية مستدامة من خلال التركيز على تطوير أبرز الكطاعات الاقتصادية مع المحافظة على المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية للمحافظة وتتضمن استراتيجية العديد من المشاريع تم الانتهاء من بعضها مثل مشروع تحسين طريق خصب تيبات ومشروع استزراع السماكي في منطقة الغبع بولاية خصب كما يجرى العمل في مستشفى خصب الجديد وتم طرح تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دباء للمشاريع البارزة في الولاية ولاية خصب والمحافظة بشكل عام مشاريع إنشاء السدود إنشاء الحدائق العامة إنشاء الطرق الداخلية المسفلتة الأعمدة الإنارة إنارة الطرق محطة مسندم لمعالجة الغاز ومسندم للطاقة الكهربائية مشروعان لا يقلان أهمية عما تحقق على أرض المحافظة من منجازات ومشاريع أما في المجال الصحي فيوجد في المحافظة سبع مؤسسات صحية موزعة على ولايات المحافظة وإجرى العمل حاليا في بناء مستشفى خصب الجديد بتكلفة إجمالية تصل أكثر من 57 مليون ريال عماني مسندم حظيت بالكثير أيضا من هذه الإنجازات اليوم نتكلم عن سبع مؤسسات صحية موجودة في المحافظة أربع مؤسسات في خصب ومؤسسة في كل ولاية من الولايات الأخرى طبعا هناك أيضا مشاريع جديدة ومؤسسات جديدة هي قيد الإنشاء في المحافظة معانا مستشفى خصب الجديد بالإضافة إلى هذا معانا ترقية لمركز صحي مدحى إلى مستشفى ولأن التعليم هو الركيز الأساسي لأي مجتمع فقد شهدت المحافظة على عديد من المشاريع وبناء المدارس انتشرت في مختلف ولايات المحافظة حيث يصل عدد المدارس في المحافظة 19 مدرسة مجهزة في مختلف التقنيات والأجهزة الحديثة تكتنز محافظة مسندم بين سهولها وجبالها وجزرها وقراءها البحرية الكثير من المواقع السياحية والأثرية والحضارية وتتميز ببيئتها السياحية الواعدة لقد حظي الشباب العماني في محافظة مسندم باهتمام ورعاية من مختلف الجهاد وسجل أبناء المحافظة الكثير من المشاركات والإنجازات في مختلف الأنشطة الشبابية والمبادرات الوطنية وسجدا حضورا لافتا في مختلف المناسبات وتتواصل المسجرة التنموية في المحافظة في ظل الرعاية الكريمة إقلالة السلطان هيثم بن طارق أبقاه الله محمد بن سعد العلوي ولا يتخصب محافظة مسندم